خلونا هشرح لعضراتكم لأول إيه هي بطولة السوبر جلوب وإيه هميتها وتاريخ البطولة بطولة السوبر جلوب من أول ما بدأت بطولة السوبر جلوب بيشارك فيها أبطال القرات زي ما قلنا على مستوى الأندية بيشارك فيها حوالي 12 فريق وبيتم تقسيم الفرق المشاركة على مجموعة بدأت طبعا نسخة أو أول نسخة السوبر جلوب عام 97 في النمسا وحصد اللقب وقتها فريق اسم أسباني اسمه كانتامرية بالمناسبة ده كان نادي متقصص بس في كرة اليد وتأسس سنة 75 وتم اغلاقه عام 2008 واستمرت إقامة بطولة السوبر جلوب بشكل غير منتظم وصولا لآخر النسخة اللي أقيمت العام الماضي في مدينة الدمام في السعودية زي ما حضراتكم تده شايفين على الشاشة من أول عدد النسخة تماما 15 أول نسخة كانت في فيينا 97 آخر النسخة في الدمام 23 أكثر الفرق المتواجه بلقب السوبر جلوب خمس ألقاب هو برشلونا الإسباني حصد مرتين الميدالة في الضيا ومرتين الميدالة في برونزيا بيجي في المركز الثاني فريق ماجد بورج الألماني بحصد 3 ألقاب كان أخيرهم العام الماضي وفي المركز الثالث بيجي نادي فوكس برلين بلقبين تاريخ بطولة السوبر جلوب الكورت الياد زي ما قلنا 15 نسخة الأولى كانت في فيينا سنة 97 والأخيرة كانت في المملكة العربية السعودية في الدمام أكثر الفرق تتويجن برشلونا زي ما قلنا بخمس ألقاب طيب الفرق المصرية هي كمان سجلت حضورها بقوة في بطولة السوبر جلوب طبعا هنا يعني بنتكلم على قباية الرياضة المصرية الأهل والزمالك أو الزمالك والأهلي خلونا نبدأ كده بالنادي الأهلي باعتباره أول الفرق المصرية المشاركة في السوبر جلوب الأهلي بدأ مشاركاته في عام 2007 من خلال النسخة اللي استضافها النادي الأهلي وتسجل في البطولة دي أعظم إنجاز للأندي المصرية هو المركز التاني والميدالة الفضية بعدها غاب الأهلي المدة طويلة لحد ما سجل حضور تاني عام 2015 في البطولة اللي تلعبت في العاصمة القطرية الدوحة وحقق الأهلي وقتها المركز الخامس ثم مشاركة تالتة وكانت عام 22 ولي قيمت في السعودية وحقق الأهلي المركز الرابعة مشاركة الرابعة كانت في العام التالي مباشرة عام 2023 وقيمت أيضا بالمملكة العربية السعودية وحقق فيها المركز الأهلي المركز الخامس ومشاركة الخامسة هتكون في البطولة اللي احنا بصدد توقيع عقد استضافتها الآن أما نادي الزمالك فهو أكثر الأندية المصرية مشاركة في السوبر جلوب خمس مشاركات وعلى مشارف المشاركة السادسة الزمالك ظهر لأول مرة في السوبر جلوب في النسخة اللي أقيمت 2010 في الدوحة في قطر وحق الزمالك فيها البركز الثالث والميداليا البرونزية وسجل الزمالك مشاركته الثانية في نسخة 2011 ده بالنسبة للزمالك وحق فيها المركز الرابع ثم مشاركة جديدة في النسخة الثالثة المشاركة الثالثة ليه كانت في عام 2012 وحق فيها الزمالك المركز الرابع وسجل الزمالك مشاركته الرابعة عام 2019 واللي أقيمت في السعودية وحق فيها المركز الخامس ثم مشاركة خمسة في نسخة 2021 وحق فيها الزمالك المركز الخامس كمان تاريخ الأهلي في السوبر جلوب زي ما قلنا أربع مشاركات واول مشاركة كانت في القاهرة 2007 اخر مشاركة كانت في الدمام وافضل انجاز كان المركز الثاني في القاهرة 2007 ده طبعا